موسيقى موسيقى يعني بجد مشرقة للتتر البداية يعني صباح الفل ويا رب يبقى قد كده يومنا مشرق وجميل زي الموسيقى وزي اسمنا كمان نهارك سعيد يا رب يبقى فعلا نهار سعيد على كل الناس نكون معاكم لمدة ساعتين على هوا مباشرة انا وشريف وصارة وصباح الفل يا جماع صباح خير عيدة وصباح خير شريف ولي بقى لي كثير جدا ما شفتك شوفتك وعيدة كمان لا بصلا أكثر من عيدة بكثير بكافتي فل بسك صباح خير على كل الناس النهاردة بالتأكيد هيكون معانا فقرات كتير زي ما احنا متعودين في نهارك سعيد بداية بفقرة الصحافة النهاردة هيكون معانا فيها الاستاذ محمد طلعة الهواري هو صحفي بجريدة المصري اليوم كمان هيكون معانا فقرة حقيقة عن الثورات في تاريخ مصداني عندنا الدفر استاذ الاثرية وهيبة صالح وهي كده عندها حكايات كتيرة جدا بتحب ديما انتقارن بين الماضي وبين الحاضر هرتكلم عن اولى الثورات في الحضارة الفراعونية وده هيكون من خلال فقرة خاصة جدا اكتشفنا ان احنا كلما منحب نفكر في اي حاجة عليه علاقة بالتقدم لازم لازم نرجع لتاريخ الفراعنة اي تكنولوجي واي تطور واي تقدم حقيقي كان حاصل كان حاصل ده بيعبر عن ايه طيب؟ احنا يريد ان نرجع للزمن اللي ورا لكده يعني هنتكلم كمان عن مرجعية الاظهر كمرجعية للدين الاسلامي طبعا كلنا سمعين الكلام ومجلس شعب متجلي في اكتر الموضوع يعني من ضمنها ان هو عايز الاظهر ميبقاش هو المرجعية للإسلام مين بقى المرجعية ده احنا مش عارفينه وقصدهم يبقى هالمجموعة من الشيوخ وايه بس خانو نتكلم على تاريخ الاظهر النهاردة ومرجعية الاظهر وهمية الاظهر تاريخيا من ضفنا دكتور محمود عزب مساعد شيخ الاظهر عايز اقول كمان نهاردة هيكون معانا فقرة عن مشروع مهم جدا واعتقد ان مصر كانت في حاجة ليه من فترة طويلة جدا هيكون معانا الفقرة دي تتكلم عن توقيع بروتوكول انشاء اول بنك للأفكار في جامعة القاهرة طبعا مشروع يعني اعتقد ان هو مهم جدا محتاجينه جدا لانه في ناس كتير قوي عندها افكار كتيرة ممكن حد ياخدها ممكن حد يحطها في الدرج يعني هنتكلم في الموضوع ده مع الاستاذ خالد زنون رئيس جامعية بنك الافكار الجديدة وهيكون معانا كمان الاستاذ مصطفى محمد حسن العياط عضو مجلس ادارة جامعية بنك الافكار الجديدة ما ان الكلام في السياسة ما بيخلصش اكيد بطبيعة المرحلة طبيعيا يعني هنتكلم عن اهم المستجدات في الساحة السياسية او في المشهد السياسي واللي متوقع في العدل التنازلي خلص ده من النهاردة لنهاردة الاربع الاربع اللي جاي انتخابات او اول انتخابات حقيقية للرئاسة في مصر متحمس جدا جدا مهم يعني هنتكلم عن هذه المستجدات من خلال ضفنا حيوه هيكون الاستاذ محمد منيب هو عضو مجلس الشعب تعمل بليدي على طول يومنا بالصحافة بس بعد من روح الفاصل بيعندنا تقرير اللي جاي مش كاي بيعندنا رياضة في الاول ولا معندناش مفروض رياضة في رياضة في رياضة يلا رح نشوف رياضة ونرجع على طول نبتدي بالصحافة ترجمة نانسي قنقر